طبعاً قبل الحلقة دي الحقيقة أنا كنت مستمتع مع النجم خالد العوضي الحقيقة مع مجموعة رائعة من الشباب المصري اللي بيحب بلده بجد الشباب المصري شباب كرة اليد زي ما حضراتكم شفتوا كده ولاد في منتهى الاحترام في منتهى الجدعانة وقفت أنا تصورت معهم برا منتهى السعادة اللي أنا الواحد قد إيه أنا فخور بأن أنا في وسط مجموعة شباب حاجة في منتهى الاحترام معاهم كابتن مجد أبو المجد واحد من أهم اللاعبين في الجيل اللي أنا كنت بتفرج عليه كابتن مجد أبو المجد المدير الفني طبعاً لمنتخب النشئين لكرة اليد كابتن مجدي أنا كنت بتفرج عليه وأنا يعني أده هو الجيل بتاعي تقريباً في كرة اليد حاجة مشرفة جداً حاجة الواحد فخور كده يعني أنا واقف هما طبعاً بسم الله ما شاء الله يعني طوال جداً وحاجة يعني أنا واقف في النص بينهم قد كده فحاجة جميلة جداً وقد إيه الواحد فخور بهذا التكريم الرائع من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اللي جاب اللاعبة القصر عنده وقعدهم وقال لهم يا جماعة أنتوا مثال جيد للشباب المصري أنتوا مثال جيد للشباب المصري هو ده اللي احنا عايزينه هي دي الروح اللي احنا عايزينها ومحتاجينها من الشباب خلال الفترة اللي جاية أن أنت كنت رايح ما عندكش أمل في أي شيء ما عندكش أي متابعة إعلامية ما عندكش أي شيء ولكن حطيت اسم بلدك قدامك ووصلت أن أنت تاخد كاس العالم مش مثلاً كاس أفريقيا ولا لا أنت وصلت أن أنت تاخد كاس العالم فقد إيه الواحد كان فخور يعني لما بيكلموني بيقولوا لي احنا هنتأخر ربع ساعة قلت له متأخروا نصف ساعة تأخروا ساعة لو عايزين هؤلاء الشباب يستحقوا أن يكونوا متواجدين داخل شاشة قناة النادي الأهلي أكتر وقت ممكن هم عايزينه فقد إيه الواحد كان سعيد جداً جداً وفخور جداً بهذا الشباب ونتمنى نتمنى أن احنا نشوف الشباب ده في 2020 هو نواة منتخبنا الوطني شباب زي الفل حاجة كده بسم الله ما شاء الله أجسام زي الفل وولاد كده واضح أن هم متربيين أنا وقفت اتكلمت معهم برا ومع مديرهم الفني حاجة في منتهى الجمال قد إيه كنا فخورين بيهم قد إيه كنا مبسوطين بيهم نتمنى لهم يا رب الاستمرارية زي ما الرئيس قال لهم قال لهم عايزينكوا تستمروا خلال الفترة اللي جاية وحنهتم بيكو إن شاء الله في 2021 في كاس العالم اللي ستقام في مصر كاس العالم الهندبول اللي ستقام في مصر إن شاء الله في 2021 يكونوا الشباب دول مع الشباب اللي موجودين اللي خادوا تالت العالم يبقى هم نواة منتخبنا الوطني نقدر نعمل بيهم حاجة كويسة جداً في كاس العالم للكبار إن شاء الله في 2021 اللي سيقام في مصر إن شاء الله شكراً جزيلاً للحياة للكابت الخلد العوض اللي جاب لنا مجموعة رائعة كانوا كلهم متواجدين ومعاهم كاس العالم هنا في قناة النادي الأهلي